دب فاتح فمه بالمريخة هل تصدقون ذلك؟ صورة لنازا تثير زوبع فقد تم التقاط هذه الصورة في شهر ديسمبر الماضي بواسرة مصبار فضائي لنازا ويتابع كثيرين الأخبار المتعلقة بالفضاء الخارجي وكل ما تصدره وكالة الأفضاء وكل ما تصدره وكالة الفضاء الأمريكية نازا من معلومات ومتابعات لنشاط رواد الفضاء لكن خيال البشر قد يجنح أحيانا إلى أمور من إملاءاته قد تكون بعيدة عن الحقيقة إذ أثارت صورة جديدة لنازا أظهرت دبا بفم شيبه مفتوح العديد من الأسئلة عن ما هي ذلك الشكل وقد تم التقاط هذه الصورة في شهر ديسمبر الماضي بواسطة من سبار فضائي لنازا أطلق في 12 أغسطس عام 2005 من كيب كنافيرال فلوريدا وذهب كثيرون إلى تفسيرات متعددة عن ما هي الصورة وبالطبع بل إن بعض تساءل عن إمكانية وجود ديباب على الكوكب الأحمر لكن الحقيقة أن تلك الصورة لا تعني تواجد ديباب عملاق على سطح المريخة بل هي ببساطة شكل من أشكال الميل البشري لرؤية الأشكال العشوائية ومتابقتها مع أشكال مألوفة فقد تظهر نسخة من الصورة الملتقطة أن التكوين المعني يمتد قطره حوالي 2000 متر وتفسر جامعة أريزونا هذه الصورة على أنها مجرد تلمك صور على شكل حرف V وسط فوهة قديمة ترصبت عليها مجموعات من الحمام البركانية والطينية يعرف ما يسمى باريدوليا بأنه الميل البشري أو الوهم لرؤية هياكل الوجه في الأشياء اليومية مثل رؤية الرجل على القمر أو وجه على قطعة من الخبز المحمص ليس هناك من ينكر فوهة البركان تبدو كأنها وجه دب ورأينا بعض الفوهات الغريبة على سطح المغيخ على مر السنين من كاميرات التجربة العلمية للتصوير العلمي عالي الدقة مثل وجه المبتسم الشهير أو الفيل الطائرة وقال الباحث الرئيسي في هيريس ألفريد ماكوين هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V الأنف وحفرتان العينان ونمط صدامية مدفونة ربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو طينية وقد تكون الرواسب عبارة عن تدفقات من الحمام البركانية أو الطينية ما رأيكم في هذه الصورة؟ وما هو الشكل الذي رأيتمه في هذه الصورة؟ لا تنسوا دعمنا بلايك أعطونا رأيكم في التعليقات